موسيقى كما كنت شوفوا الرواق الجرائم سيبرانيا هو مقسم إلى فضائن فضاء خاص بالأطفال وآخر خاص بالشباب والبالغين فبالنسبة للأطفال هناك مجموعة من الورشات خاصة بالأطفال من أجل تجنب أنهم يشاهدوا مقاطع فيديو لا تناسب سن ديالهم عنيفة أو جنسية أو غيرها أيضا هناك ورشات بالنسبة لكبار البالغين والشباب حول كيف يقوموا بحماية شبكات الوي في في المنازل ديالهم باش ما تكونش عرضة الاختراقات وباش ما يجيش واحد شخص أنه يستعمل هذه شبكة من أجل قصيرها في أفعال إجرامية بمستعمل هذه الشبكة ديالهم أيضا كيفاش يقوموا بتأكد من المعلومات قبل نشرها بغية محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة من يكن نشوفوا العدد ديال المستعدمي ومستخدمي يعني الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في المغرب فكلقوا أن العدد ديال المستعملين هو كي غد يوتيكبر فأمر طبيعي أن هناك الجريمة أيضا كيكون وهناك أفعال إجرامية فهذاك الفضاء الرقمي فهو يعني شيء طبيعي أنه كيكون استعمال كبير للتكنولوجيا مع المتصال وبالتالي كيكون هناك تزايد يعني في أنواع وفي أشكال لهذه القضايا السيبرانية والمديرية العامة الأمن الوطنية يعني وعي منها باستعمال لهذه التكنولوجيا لأغرض إجرامية فتبنته منذ عدة سنوات استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد من أجل مكافحة يعني الجرائم في العالم الإفتراضي وتم خلق وحدة متخصصة منها ما هو مركزي ومنها ما هو جهوي فبالنسبة لمستوى المركزي تم خلق مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية على مستوى المديرية المركزية للشرطة القضائية وتم خلق مكتب وطني متخصص في هذا الجرائم على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إضافة إلى 32 فرقة جهوية متخصة في الجرائم الإلكترونية